أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من صوت لبنان ذريعة وزارة المالية في التقليل من شأن تقرير شركة الفراز أدمرسال والتستر علي على اعتبار أنه مسودة أي غير نهائي حجة غير مقنعة فضحها رئيس الكتائب في مطالبته وزير المالية بالكشف عن التقرير عملا بقانون الوصول إلى المعلومات في السياسة لبنان في قاعة الانتظار وقد تطول إقامته بانتظار فراغ الموفد الفرنسي من مهمته التي بدأت في بيروت وتستكمل في باريس النائب الجميل رد على كل المناورات الرئاسية للثنائي ووضع صقفا مقابل التمسك بمرشحهم الفرنجي كاشفا أنه أكد للموفد الرئاسي الفرنسي عدم طرح أسماء جديدة وأن على الآخرين سحب مرشحهم